كوب 27 ما زالت فعالياته مستمرة إذن ننتقل مع حضراتكم إلى بث مباشر من شرم الشيخ والزميل عوض الغنام عشان نتابع الجديد في فعاليات هذه القمة قمة المناخ في سادس أيامها وصح حضور كثيف من مختلف جنسيات وفعاليات متعددة تبحث حلول قابلة للتنفيذ لأزمة التغيرات المناخية المتسرعة إذن نتحول إلى زميلنا عوض الغنام من شرم الشيخ صباح الخير عليك يا عوض صباح الخير دعاء كما أسلفت بالفعل تتفاعل هذه الأحداث عموما الخاصة بالتطورات التأثيرات المناخية من خلال هذا المؤتمر بندواته وتفاعلاته المختلفة اليوم سيكون المحور الرئيسي هو عن الكربون كيف يتفق العالم بعلمائه وخبرائه وقادته وسياسيه على أن يكون هناك حد لتقلت نسبة الكربون لأنها هي الإشكالية الرئيسية في ارتفاع درجة حرارة الأرض أو درجة حرارة البحار ومما ينعكس عنه أو مما ينتج عنه الكثير من التأثيرات السلبية على المناخ التفاعل هذا سيستمر على مدار اليوم لأن ذلك هو المحور الرئيسي للحديث اليوم تعلمين منذ أول أمس وكل يوم يتكون هناك محور رئيسي للنقاش بشأنه كان المحور الرئيسي لأول أمس التمويل بالأمس الشباب اليوم عن الكربون غدا عن الزراعة بعد غدا عن المياه وبعد غد سيكون عن الدور المجتمع المدني فالحديث عن الكربون اليوم هو حديث متفاعل فيه رأي للعلماء أكثر لأن هناك عدد كبير من الأبحاث والدراسات التي يجريت في عدد كبير من المراكز البحثية وعدد كبير من الجماعات في العالم بهذا الأمر لكن يتداخل مع هذه الإشكالية إشكالية كبرى خاصة بالتصنيع والصناعة لأن هناك عدد كبير من الصناعات الضخمة الكبيرة التي تحتاج بالفعل إلى الاعتماد على الطاقة أو ما يسمى بالوقود الأحفوري ونتحدث هنا تحديدا عن تصنيع الحديد والصلب والأسمنت وغيره من الصناعات السقيلة التي تحتاج إلى طاقة كبيرة للغاية حتى الطاقة الكهربية لا تستطيع أن تخدم على مثل هذه الصناعات إنتاجا فبالتالي تلقى عدد كبير من الدول للاعتماد على الوقود الأحفوري وتحديدا على الكربون في التعامل مع هذه الصناعات ربما هذه سيكون من ضمن النقاشات التي سيتم الحوار بشأنها كيف يمكن الوصول إلى سيغة ما لأن الطاقات المتجددة كالهايدروجين وغيره لم يتم حتى الآن رغم إيجابيتها مدى فاعليتها في التعامل مع الصناعات السقيلة من هذه النوعية التي كنا نتحدث عنها منذ قليل أيضا البترول البترول عنصر رئيسي للغاية من ضمن الأمور المنتجة للكربون هل سيكون هناك بدائل؟ العالم يتجه إلى طاقة متجددة لا حديث إلا على هذا الشهر طوال أيام المؤتمر لكن الآن في ظل البحث عن سرعة حل لتقليل درجة الحرارة حسب اتفاق باريسا أقل من واحد ونصف في المئة يجب أن تكون هناك رؤية سريعة لتحقيق ذلك على أرض الواقع وبالتالي هذا كان محور أول أمس خاص بالتمويل وفروا التمويل للدول التي لديها إشكالية أو الباحثة والمتطلعة للتخلص من الوقود الأحفوري حتى تسرع في هذا العمر وكان ذلك محور حديث مهم الألغور كما تعلمين كان نائبر للرئيس الأمريكي وودع السياسة منذ عشرين عاما وأصبح الآن منغمسا في العمل المدني وتحديدا في ملف البيئة وقال أن العمل بالنسبة للطاقة الحيوية أو الاعتماد على الطاقة البديلة للوقود الأحفوري تستطيع أن تصل إلى ما يزيد عن 400% إذا ما تطلع يعني إذا ما توفرت تمويل اللازم وتحديدا لعدد كبير من الدول بعيدا عن الحديث عن المناخ هناك لقاء اليوم سيصل مرتقب بطبيعة الحال للرئيس الأمريكي وهو حدث كبير للغاية لأن تنتظر كل وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم حتى في الولايات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لماذا؟ لأن هناك نتائج انتخابات قد أجريت هل هذه الانتخابات وصعود الجمهوريين الطفيف في الكونجرس سيؤثر على قناعة الإدارة الأمريكية في الاستمرار في دعم نظام البيئي الجديد لأن الإدارة الجمهورية السابقة كما تعلمين دعاء كانت قد خرجت من اتفاق باريس اتفاق باريس كانت اتفاقا مهمة للغاية وهو الذي ألزم حضور الدول وقتها في 2015 على تقليل درجة الحرارة بنسبة واحد ونصف في المئة والاتفاقية وقتها ألزمت بأن لا تخرج أي دولة قبل برور ثلاث سنوات على هذا الاتفاق حينما جاء ترامب خرج من هذا الاتفاق لكن بايدن عاد مرة أخرى بل وعين مبعوثا خاصا للمناخ سيتحدث في هذه الجلسة بالمناسبة في جلسة كربون والرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية لديها التزام أخلاقي كما تقول ذلك الصحافة الأمريكية تجاه الاستمرار في هذا النهج وهو الحفاظ على البيئة لأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون من أكثر الدول وكذلك منطقة الكاريبيو وأمريكا الشمالية من أكثر المناطق التي تأثرت سلبا بالأعصير وفي ذلك حديث علمي يطول لكن سأختصر في أقل من نصف دقيقة لأن الولايات المتحدة الأمريكية أو القارة الأمريكية الشمالية تقع ما بين محيطين الهادي والأطلنطي مع ارتفاع درجات الحرارة في المحيطين دوما تنتج الأعصير وتزداد مساحة الأعصير مع الوقت ومع الزمن حتى خلال العشر السنوات الماضية رأينا عشرات من الأعصير التي ضمرت الكثير من الولايات وتحديدا نتحدث عن ولاية كاليفورنيا المهم أن هذا الخطاب المهم الذي سينتظر العالم لرئيس بايدن مهم للغاية وأيضا سيغادر شرم الشيخ لاستكمال جولة مهمة في قمة العشرين في مدينة بالي في أندونيسيا وأحد محاورها أيضا هو الحديث عن التأثيرات المناخية وما سينتج عنه لأن هذه القمة ستكون يوم الخامس والسادس عشر من هذا الشهر فوقتها لم تكن قمة شرم الشيخ قد انتهت لكن التفصيات ستكون قبق أو سينة وأدنى من الخروج وستكون قد ظهرت معالم وملامح ما تم التوافق بشأنهم في اجتماعات شرم الشيخ بالأمس كان هناك يوم مهم للغاية رائع للغاية بدأ بجولة لسيادة الرئيس وحديث لسيادة الرئيس مع الشباب الشباب حضورهم وهنا نتحدث عن الشباب المصري تحديدا دعاء كان حضورهم مشرف للغاية لأن دورهم كان مؤثر وكان متفاعل وكان لديهم أيضا ليسوا مجرد تنظيمين أو يقومون عملية التنظيم ولكن أيضا كان لديهم عدد كبير من المبادرات ومن المشاركات الإيجابية والفعالة التي نالت استحسانا كبيرا وعظيمة للغاية وكان الختام أيضا مع الشباب بكرنفال رائع للغاية أقامت وزارة الشباب لكل حضور وضيوف مصر الكرام حضور هذا الاحتفال على كل حال قليل وتبدأ هذه الفعاليات وسنكون دوما معكم على مدار الساعة في تغطية إخبارية لحظة بلحظة كل معلومة وكل خبر سيكون على إكستر نيوز دوما كما هي العطر بإذن أعوض الغنام نعم أعوض الغنام طب بما أنك فتحت لنا الباب فيما تعلق بالتساؤلات وذكرت الشباب أيضا في ختام حديثك حدثنا عن ردود الأفعال تجاه مارسون الدرجات الذي حدث بالأمس وكان فيه سيدة الرئيس عبد الفتاح السيس هو المارسون أهمياته أنه رمزية نحن لدينا دولة شابة يقود بها شباب في كل مجالات الحياة وسيادة الرئيس أعطى فرصة قوية للشباب بأن يتربعوا على كل المناصب تقريبا لأن ضخ دماء جديد على مدار الوقت في كل المؤسسات المهمة في الدولة المصرية الحديث الذي أجريناه بالأمس أتمنى أن تكون الكترأيتي دعاء مع أحد الشباب الذين التقاهم الرئيس يجسد هذه الرؤية على أرض الواقع بمعنى في 2019 كان هناك أحد الشباب ومعه مجموعة أخرى من الشباب الحاليين لديهم مشروع على الورق التقاهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 آمن بالفكرة تبنها ثم دفعهم على الطريق الآن أصبحوا في مصاف الملياردرات إنجاز التعبير لأن الحلم كان بسيط فقط بحثوا عن من آمن بالحلم وحققوه على أرض الواقع وقيسي على ذلك هناك عشرات ومئات من الألاف من الشباب المصري الذين لديهم مثل هذه الأحلام والآن الظروف مؤاتية للغاية من خلال عدد كبير من التشراعات والقوانين التي سهلت هذا الأمر وقادت على الروتيني وعلى البروكولاتية وأيضا الهيئة العامة للإستثمارة التي تتبنى مثل هذه المشروعات وبالتالي هذه الرؤية ترحت كثيرا بالأمس وربما خلال الأيام القادمة وعلى سبيل المثال أجريت ندوة بالأمس لعدد كبير من الشباب المصري والتحديد هنا نتحدث عن ست شباب للحقيقة لديهم رؤية رائعة للغاية هم شباب يعملون في مراكز بحثية وعلمية في الخارج استضافتهم وزيرة الهجرة بالأمس للإنصاط والاستماع إلى رأيهم لتعامل مع قضية المناخ كل منهم كان لديه رأي علمي رائع للغاية يحتاج إلى من يتبنى هذه الفكرة من أول الاستغلال الزكاء الصناعي في التعامل مع قضية التأثيرات المناخية حتى إسقاط الشمسي هنا في مصر نتحدث هنا عن أفضل إسقاط شمسي في العالم موجود في الوادي الجديد في منطقة وادي الجديدة التي تمثل تقريبا ربع المساحة المصرية ومنها يمكن أن تتحول ذلك إلى الثروة الرائعة يمكن من خلالها تحولها إلى طاقة كهربائية تصدر إلى أوروبا وغيرها أفكار متعددة للشباب المصري وما أكثرهم في كل المراكز البحثية في الخارج وفي الداخل أيضا لدينا أدراج أكاديمية البحث العلمي مليئة بالأبحاث التطبيقية تحتك فقط إلى من يتبنىها فبالتالي حوار سيارة الرئيس بالأمس وجولاتي التي قام بها مع عدد من الشباب وسنائه وحينما أسنع على دور الشباب في تنظيمهم لهذا الحدث الكبير الذي خرج بالفعل بصورة مشرفة كررها عدد كبير من قادة العالم وزعماء العالم الذين أشادوا بهذه التجربة وربما لمسنا ذلك من خلال المنطقة القضراء لأنها هي المنطقة الأكثر احتضادة لعدد كبير من المشروعات في مساحة كبيرة للغاية بالمؤسسة بدعاء هذه المنطقة هي أكبر منطقة أجريت أو أقيمت عبر كل المؤتمرات الستة وعشرين السابقة وفي ذلك دلالة ورسالة على أن مصر هي أعطت الفرصة المساحة الكبيرة لأنها تريد أن تستمع لكل من لديه فكرة ورأيه هنا وبالتالي تم تنظيم ذلك على أفضل ما يكون نعم عوض الغنام جزيلة شكرا لك على هذه المعلومات وهذه الإضاءات جزيلة شكرا لك بالتأكيد عوض الغنام من شرم أشيغ ترجمة نانسي قنقر